موسيقى السلام عليكم مكملين معكن هلا بهذا الفيديو راح نحكي عن التايبلز الجداول الاهم الشي نفهمه انه بالتايبلز نحنا عنا ثلاثة كويريات اساسية اما كريايت او او الكريايت انه انه انا انشئ وحط الكالنز اللي فيها وفي عندي لأي عملي التعديل بدي اعدل على التايبل بشكل عام مو الداتة اللي جواها ايه راح نشوفها لقدام والدروب انه احزف التايبل كله تمام طيب اول كويريات الكريايت عنا هي كريايت اه كريايت دايق بس اشخيل وين القلم اه باول كويريات هي نكتب كريايت تايبل يلي هي اسم التايبل هذا متغير تمام هذا بغيره اول كريايت والتايبل هدول سابتين طبعا بحكي انا للمبتدئ تمام يعني بشان ما يكون الشرح كتير مفصل بس في ناس ما بيعرفوا خالص طيب بعدا راح افتح اوس واسكر الاوس هون راح اكتب يلي عندي اياهن او الحقول جواد هالجدول طيب انا بدي احط اول شي بكتب اسم العمودة اللي بدي اياه بعدا بكتب نوعه انا هوني نوعه كان حددت له خمسين محرف ماكسيموم اه فاصلة اسم الكولوم التاني اسم الحقل التاني اللي هو من نوع كمان عطيته خمسين حلو؟ طيب خلينا نجرب هالكويري على الاي بي او بنفتح الاي بي او اتاكد انه هاي صح اه بنفتحها على داتابايس عندي انا اثنين داتابايس راح افتح مساءنا هي البي بي الكريتناها في فيديو الماضي يمكن راح اقل له كونيكت وعطاني صح اخضر معاته تمام خلينا افتح الاسكويل ونعمل الكويرية اللي حكينا عنا من شوي طيب راح احط اسم مسلا اه فتحنا اوز سكرنا اوز راح اكتب هلا اول شي اه اول عمود اللي هو اتفقنا من نوع اه اتنين ونشرين محرف مسلا بيكفي فاصلة العمود التاني اللي هو من نوع كمان سوري خلينا اخطس مع انه هي اه يعني مبهم الحرف الصغيرة الكبيرة بس هيك الاصول انه اه اي تعنيمة اسكويل اللي كتبها بكابيتل ما بتفرو من نوع اتنين وعشرين تمام سيمي كولن طيب بعد ما كتبنا الكويرية راح نعمل له شي اسم اه اه اكسي كيوت او كترول اي طيب مدام ما اعطاني خطأ معنا الوضع تمام طيب نرجع الهني منسكر هاي منفتح راح نلاقي انه صار في عنا اسمه طيب اسا فتحناها اول شي البربرتيز راح نلاحظ انه في عنا الكلومز الكلومز عنا فرس نيم والاست نيم شوف شنون عمل له هو معادة حالة الاحرف ما يمهمة ابدا ابدا مع عدد داتا راح نشوف الهدد طيب اشو تايب او اشو نوع هذا الكلوم اتنين وعشرين اه هون عنا ال يس يس ممكن يكون كمان راح نحكي عن النل اه خلي احكي عليه هلا النل هي القيمة الفاضية انه انا ازا عملت انسرت لسل معينة وما دخلت اي قيمة راح ياخده نل بس النل ما هي نفسه او نفس الفراغات لا النل معت قيمة فارغة تماما انا ممكن لما اقل له نت نل معتا ما تسمح لي مسلا بالفرس نيم ما بصير يكون عندي حدا نل اسمه نل تمام طيب التاتا ما عندي تاتا هاي هاي لحد لان انا كريت التابل خلينا نرجع السلايد هاي اول كورية تاني كورية عنا التعديل عنا قسمين الى اول قسم التابل التابل معت انا ممكن اعدل على جدول موجود عندي من قبل واضيف حقل جديد اضيف عمور جديد تمام راح اقل له اد ونفس الشي بفتح اوس بسكر اوس اسم الكلام نوع اسم الكلام ونوع تمام الشق التاني من الالتر يلي هو انا ممكن اعدل على تابل بس ما اضيف عليه راح احزف شي موجود من قبل مسلا انا بدي اعدل على هال تابل واحزف ال ايج ازا رجعنا عم يسالنا طفعنا هون عنا فرست نيم و لاست نيم طيب راح اكتب الكلام الكلام اسم الكلام راح اقل له اقل او كترول اي نروح لهون نفتحه منلاحظ بو يعني بس نحزف الكلام طيب اخر الكلام الكلام خلينا نجربه كمان اسكيو ايل اسم التابل اسم التابل اللي هو اسم التابل ونحزف الجدول كله بس في ملاحظة بسيطة خلال انا عملت ومعطاني اي مشاكل ما عطاني اي رسالة اررر لقدام هي عملية الحزف راح تكون بشروط معينة ممكن انا لما اعطيه رسالة خطأ راح نشوفها لقدام هاي وبسيك لهذا الفيديو شكرا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة